أكتر من 500 مشروع تقدم للنسخة الثانية من برنامج قادة المناخ واللي هدفه أنه يشجع الشباب المصري المبتكر من خلال تعزيز المهارات الشخصية والخبرات المهنية والتقنية كمان زيادة الحوار المجتمعي وحملات التوعية البيئية بالتغيرات المناخية ده بيجي مع إطلاق الحدث النهائي للنسخة الرابعة من برنامج قادة الأنشطة الطلابية والإعلان عن مبادرة بناء الطالب المصري بكل برامجها عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا البرنامج برنامج قادة المناخ وبرنامج قادة الأنشطة الطلابية كل هذه التفاصيل هنعرفها من الدكتورة نيرا الملاح منسق برامج في مؤسسة شباب القادة ودكتور علي أشرف مشرف ببرنامج قادة المناخ صباح الخير عليكم صباح الخير عليكم يهلم بكم ونورنا وكل سعرهم طيبين مهارتك طيب وخير دكتور علي عايزين في البداية كده نتكلم عن برنامج قادة المناخ تمام صباح أخير على حضراتكم أولا خلينا نقول في البداية أن الهدف الرئيسي من برنامج قادة المناخ هو دعم وتمكين الشباب المصري في مجالات البيئة المختلفة زي مجال البيئة، الاقتصاد الأخضر، الاستدامة، التغيرات المناخية طيب إحنا زي بنعمل ده خلينا أخذ حضراتكم كده في رحلة بسيطة مع برنامج قادة المناخ البرنامج ده تم إطلاقه في سنة 2022 وهو السنة اللي صدفت فيها مصر كوب 27 في شرم الشيخ البرنامج ده بيمر مراحل بسيطة، الفكرة فيه في التقديم أن هو يكون فريق والفريق ده بيكون في تقادة المناخ في النسخة الأولى كان متاحل تقديم في ثلاث محاول محور المجموعات الطلبية ومحور اللي قدم فيها 51 مجموعة طلبية ومحور الأفكار المبتقرة والحديثة واللي قدم فيها 109 فكرة ومحور الشركات النشأة اللي قدم فيها أكتر من 50 شركة بيكون البداية عن طريق التقديم الإلكتروني وبعد كده بيعدوا مراحل من العرض والتقديم قدام فريق عمل برنامج علشان نقدر أن نحن نحدد الأفكار اللي هتمر معنا في مرحلة التدريب والتطوير مرحلة التدريب والتطوير اللي بيكون فيها حاجات مفيدة جدا بداية من التدريبات في المهارات الشخصية وتدريبات تقنية وورش عمل كتير جدا وورش العمل اللي هي نوع من أنواع الحوار المجتمعي اللي بنحاول أن نحن نوفر فيها الزخم والتشبيك ما بين الشباب وصناعة القرار والفعالين الرئاسيين علشان نخرج بتوصيات للسادة المسؤولين بعد كده بنمر لمرحلة التصفيات النصف نائية والمرحلة النهائية اللي بنقدر أن نحدد فيها الفائزين في البرنامج دكتور نيرا النهاردة الشباب عليهم دور كبير قوي دور مجتمعي تجاه التغيرات المناخية دور حتى فردي لكل شاب النهاردة انتوا شايفين دور الشباب ازاي بتعملوا ايه عشان حتى توعوا الشباب وتوصلوا لهم المشكلة دي بحجمها الكبير اللي هو في الحقيقة العالم كله بيحاول أن هو يواجهه النهاردة احنا طبعا في مؤسسة شباب القادة عندنا أكتر من برنامج وأكتر منهم بيخدم قضية المناخ طبعا في عندنا طبعا برنامج قادة المناخ اللي اتكلم عنه دكتور علي وكمان عندنا برنامج قادة الأنشاطة الطلابية اللي ان شاء الله حفل الختام بتاعه هيكون بكرة بإذن الله 14 سبتمبر في الحرم اليوناني بمحافظة القاهرة وطبعا بندعو الجميع للحضور الفعالية طبعا هتشهد حضور مميز جدا لدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء الدكتور أمايا مرسي وزير التطامة الاجتماعي وكمان الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي طبعا احنا خلال البرنامج بنمر برحلة طويلة مع الطلاب بنمكنهم فيها من خلال التدريبات المختلفة تدريبات المهارات الشخصية تدريبات الخطط التسويئية والخطط المالية وطبعا كل التدريبات بتؤهلهم أن هم في النهاية يعملوا مشاريع قوية جدا يقدروا ينفسوا بيها ومن ضمنها المشاريع اللي بتخدم طبعا قضية المناخ يعني احنا بندربهم وبعد كده يعملوا مشروع ولا كل حد بيدخل في البداية عنده فكرة مشروع مثلا وبعد كده ممكن يقبل في هذه المبادرة أو لا هم من البداية هم بيكون عندهم فكرة المشروع ولكن ممكن تكون أن الفكرة بينقصها بعض الجوانب من خلال التدريبات اللي احنا بنقدمها لهم بتكون الفكرة جاهزة أن هي تتعرض على لجان تحكيم جدا وبالتالي بتبقى الفكرة متكملة طبعا متكملة الأركان ويقدروا أن هم يرضوها قدام أي حد هل المشاريع دي بتبقى معتمدة على فكرة البحث العلمي ولا بتطبق على أرض الواقع حكي لنا أكتر وقول لنا لو فيه موادلز معينة تقدمت لكم تمام بالنسبة لبرنامو القاتل المناخ احنا هدفنا الرئيسي بيكون التصنيع والتطبيق على أرض الواقع وده حقيقي بيكون يعني كان ظهر جلان في برنامو قاتل المناخ واحد وقاتل المناخ اتنين أن كان فيه ناس كتيرة وأفكار كتيرة بتيجي معهم الفكرة بتاعتهم جاهزة يعني فيه شباب مثلا بتيجي بعربيات شغالة بالطاقة الجديدة والنظيفة زي عربيات الكهرباء عربيات الطاقة الشمسية لكن ده مش معناه أن احنا بنتجه الأفكار البحثية بالعكس احنا بنحاول نبدأ مع كل مشروع نوفر له الدعم للنقطة اللي واقف عندها بمعنى لو فيه فكرة بحثية جيالة أو كده بشوف هو محتاج إيه محتاج هل أنه هو محتاج أنه يسجل الشركة بتاعته هل هو محتاج أنه يوفر برات الاختراع هل هو محتاج فيه مشكلة تقنية ووفر له تدريب تقني أنه يبدأ يحقق المشروع البحثي بتاعته ويبدأ أنه الفكرة البحثية دي نحولها المشروع فعلي احنا عدنا في البرنامجة بتعاقات المناخ بنحاول أنه نوفر مساحة للابتكار وتصنيع الفكرة بسلاسة للأفكار والشاباء المتقدمين طيب بنسبة البرنامج اللي عندك دكتور نيارة قادة الأنشطة الطلابية مضبوط طيب هل فيه اشتراطات معينة لنوعية معينة من الأفكار هل فيه توجه مثلا لأفكار معينة احنا بنسبة لنا في برنامج قادة الأنشطة الطلابية بيكون عندنا ست مجالات أساسية هي دي اللي بتتنافس فيها الفرق تكون النشاط الطلابي داخل بفكرة ضمن هذه المجالات من ضمن هذه المجالات طبعا الستة هم نماذج المحاكاة في عندنا مجال التكنولوجيا والابتكار مجال البيئة والتكنولوجيا الخضراء مجال التصنيع والتصميم الطب والصحة العامة وطبعا تضامن الاجتماعي وبناء الإنسان أي فكرة في هذه المجالات بتقبل بشارة طبعا أنه يكون نشاط طلابي متكامل في جامعة مصرية والفكرة بتاعته يعني تكون متأسسة تأسيس كويس أن هي تتعرض مبدئيا على لجنة التحكيم بنتزي أن نتست بعض المعايير زي مثلا الخطة التسويقية بتاعتهم الخطة المالية المدة الزمنية تقدمهم لفكرة المشروع وبناء عليه في بعض الفرق بتتأهل لحفل الختام المسابقة النهائية وإحنا معينا سنة 611 نشاط طلابي تعهلوا للمسابقة النهائية وبإذن الله بكرة هيكون في معينا 100 نشاط طلابي فائز وطبعا عدد لا بأس به من أنشاطة طلابية طبعا عدد كبير جدا عايزة أرجع لحتة الدعم تاني الدعم اللي بتقدموه كمان من بعد بقى ما البرنامج فكرته تخلص ويبتدي تنفيذه على أرض الواقع وهنا عايزة أتكلم على ربط البرامج دي بسوق العمل يعني هل النهاردة الدعم ده بيبقى بس من الدولة ولا هل بيتم التواصل مع بعض رجال الأعمال مثلا عشان يدعموا هذه الأفكار وهذه المشاريع أو حتى يتبنوها في بعض الأحيان تمام احنا في برنامج قادة المناخ دائما بنحاول ان احنا نكون موفرين للشباب ان هم يقدروا يوصلوا أول حاجة زي موضوع حرارة كفراش العمل للحوارات المجتمعية يوصلوا لصنع القرار يوصلوا لأصحاب خبرة من الناس الموجودة في المجال المناخي يوصلوا لناس من القطاعات الخاصة ونرجال الأعمال المهتمين بريادة الأعمال نحاول نوصلهم بكل دول كان فيه اجتماع من مؤسسة شباب القادة معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ده دعمت فيه جدا برنامج قادة المناخ وان شاء الله تحت اشرافها هيتم اطلاق عدد كبير من الحوارات المجتمعية في مختلف المحافظات المصرية وده زي مؤقت الحواراتك علشان نوصل للشباب بصنع القرار والفعالين الرئيسيين علشان نطلع بتوصيات ده غير كمان انا عايز اقول لحضرتك ان الشباب اللي كانوا فيزين معنا في قادة المناخ واحد ادروا ان هم يكونوا موجودين في كوب 27 في شرم الشيخ في الجناح الخاص بمؤسسة شباب القادة في المنطقة الخضراء عرضوا الافكار بتاعتهم اللي كذبت في برنامج قادة المناخ النسخة الاولى منه وتشرفنا بزيارة معالي السيدة الاولى الانتصار السيسي كانت موجودة عندنا في الجناح بتاعنا ومعالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومعالي دكتور خلاد عبدالغفار كمان كان موجود وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء واشهدوا جدا بالافكار اللي كانت متقدمة من الشباب وحنا حاليا اطلقنا النسخة التانية من برنامج قادة المناخ في شهر يوليو الماضي احنا حاليا في شهر سبتمبر انتهنا من مرحلة العرض والتقديم والشباب استهل انهم يبدوا ان شاء الله مرحلة التدريب والتطوير طب يعني كل الافكار اللي بيقدمها الشباب لازم تكون جديدة محدش تناولها قبل كده مظبوط؟ مظبوط كل الافكار اللي اتقدمت ان كانت دقت في 500 فكرة او 500 مشروع كمان مقدم فلازم كل سواء في قادة المناخ او في قادة الانشطة الطلابية لازم تكون الافكار محدش تناولها قبل كده او فيها جديد يعني ممكن تكون فكرة مثلا حد تناولها بتنفيذ حد بينفزها بشكل مختلف فلازم يكون فيه فرق او يكون فيه جديد بالضبط اكيد طبعا لازم انهم حتى فعلا لو هي فكرة ارادية كانت موجودة انهم يتناولوها بطريقة جديدة او مبتكرة او التنفيذ يكون بشكل مختلف وكمان خليني اضيف حتة في الجزئية بتاعة سوء العمل احنا كمان حاليا بنشهد فترة جميلة جدا من اطلاق مبادرة بداية لاطلاقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة دي طبعا بتهتم بالتنمية البشرية وبناء الانسان المصري كمان احنا في مؤسسة شباب القادة بالتزامن مع اطلاق هذه المبادرة بنطلق مبادرة بناء الطالب المصري وهي مبادرة هتهدف الى تأهيل وتدريب الطلاب لسوء العمل بما يتوافق مع الاحتياجات مش بس المحلية كمان الاحتياجات العالمية بنؤهلهم للمجالات المختلفة والمبادرة دي ان شاء الله هتطلق في جميع برامج المؤسسة بإذن الله علشان يكونوا قادرين يخترقوا سوء العمل ببراعة بإذن الله دكتورة نايرة لو هتفتكري معينا كده اكتر او ابرز المشاريع اللي تقدمت لك وانبهرت كلكم بيها كفريق عمل يعني حسيتوا انه حلوة قوي ان تتقدم من طلبة لسه انا هكلم عن انشاطة الطلبية اكتر طلبة لسه بيدرسوا كانت فكرتها ايه لو لو تفتكري كده او ظروفها كانت ازاي حتى لو مش عايز تحرق الفكرة اوكي هو طبعا احنا بيجي لنا الست مجالات بيكون فيهم افكار مميزة كتير وطبعا كل واحد فيهم مجال مختلف تماما ومجال يقدروا ان هم يبتكروا فيه فأكيد ما فيش حاجة يعني اهم من حاجة ونقدرش نختزلها في فكرة واحدة بس اكيد ظروف خليني اقول المشروع نفسه اوكي ممكن نتكلم على مجال الطب والصحة العامة كان فيه فريق مقدم فكرة متكملة لقوافل طبية وعملين خطة زمنية على مدار سنة ان هم هيعملوا قوافل في مكان فقير معين في محافظة في مصر علشان يعملوا عمليات رمض للفقراء اللي هناك فطبعا كان الموضوع متنفس بطريقة بروفاشنال جدا وكل حاجة مدروسة جدا انه ازاي هم هيروحوا يعملوا كام قافلة علشان يستكشفوا بالنسبة للتحاليل هيعملوها للمرضى الكشفات كل حاجة كانت مصبوطة التنفيذ العدد المتطوعين الترانسبورتيشن فيز اللي هم محتاجينها الفينانشل بلان كل حاجة كانت متجهزة بطريقة فين بقى البعد الخاص بالتغيرات المناخية او بالحفاظ على البيئة دي ممكن يتكلم عليها دكتور علي لانه هو طبعا مشرف على بنامي قادة المناخ هي اللي تسأل دلوقتي يعني بتكلم عن فكرة مشروع خاص بقوافل طبية طيب احنا بنتكلم دلوقتي عن قادة المناخ وقادة الانشطات الطلبية حاجة بتوعنا بالحفاظ على البيئة انا اعتقد يعني بدل ما نبني مستشفيات في كل مكان او قارية في المحافظة دي احنا بنوفر عربات متنقلة لا هو اول حاجة طبعا شوف بحاول لا هو اول حاجة طبعا نحن بنوفر عربات متنقلة التاني حاجة ان الشباب اللي هم شغالين دول بيكون عناهم على الاسدجيز او اهدف التنمية المستدامة ان هي مثلا يكون مثلا ان انا مثلا بالنسبة لي المجال بتاع الصحة ده على سبيل المثال بيكون مثلا فيه مخلفات صحية كتيرة جدا ودي بنبدأ ان احنا ممكن ان هي بتتريمي بتعمل مخلفات للبيئة بتتريمي في النيل كل دي مشاكل بتتريمي كمان بطريقة غير امنة ودي مشكلة كبيرة قوي يعني مثلا زي ما حدثك الناس اللي بترمي السرينجات او كده دي لو عامل النظاف او كده جهي شي لها بيكون فيه مشكلة وممكن ان هو يحصل له مرض ففي النهاية كل ده هم بقى الشباب اللي في المجال ده او اللي عندهم الحملات الرمض دي الشباب دول بيكونوا واخدين بالهم من كل ده بيحالوا دايما ان هو يكون الادوية الباكتجينج بتاعها مظبوط ان هم يتخلصوا منها بالطريقة الصحيحة ومش بس كده دول كمان بيعملوا دول كبير جدا ان هم يوعوا الناس اللي موجودين في المناطق الريفية والفقيرة اللي ما عندهمش العلم بالحاجة دي اللي هو لا يا جماعة احنا لما يكون عندنا الحاجة دي بنتخلص منها بالطريقة الفلانية بنحط الحاجات دي الطرق السلمية يعني اللي بتخلص منها بالزبط كده بينهو الطرق السلمية اللي بتخلص منها يعني مش بس بنزل ان انا اعمل الحملة العلاجية بتاعتي لا ده انا بحاول كمان اوعي الناس اللي موجودة في القرى والنجوة بالحاجات دي وده أصلاً مجال جديد إحنا أطلقناه في برنامج قادة المناخ النسخة التانية يعني زي ما قالت حرارتك في النسخة الأولى كان عندنا مجموعات طلبية شركات نشأة أفكار حديثة ومبتكرة إحنا كمان زودنا مجال رابع فقادة المناخ الاتنين اللي هو حملات التوعية من شدة أهمية هذا الموضوع إن إحنا محتاجين نصل الناس كلها هل في رقابة يا دكتور على المشاريع اللي بالفعل خلاص طلعت من عندكم والنهاردة بيبقى في رقابة دائمة عليهم هل هم فعلاً ماشيين حسب القوانين المعينة أو المعايير اللي انتوا حططوها بيحافظوا فعلاً على البيئة في اهتمام أو التوعية اللي بيقوموا بها دي هل فعلاً مستمرين فيها هل كل حاجات دي بيتم مراعطها أو خليني أقول رقابة عليها من بعد ما المشاريع بيتم إطلاقها بالفعل أكيد طبعاً نتكلم على قادة المناخ واحد الشباب اللي هم دخلوا البرنامج وخلصوا البرنامج خلاص النقاط المناخ يتمنى لسه شغل الشباب اللي خلصوا البرنامج نحن دايماً في تواصل مستمر معهم بنشوف ايه الحاجات اللي هم بيعملوها ايه المناطق اللي نزلوا يوعوا فيها او ايه على حسب فكرتهم بنحاول ان احنا نتابعهم بيبعتولنا دايماً دوكيمنتيشن بالحاجات اللي هم كانوا عاملينها أو حالياً بيعملوها احنا كمان مش بنسيبهم دايماً بيكونوا مشاركين معنا زي ما قلت حضرتك بعد ما خلصنا برنامج قاية المناخ واحد كانوا معنا في كوب 27 كان في وفد منهم شارك في الحوار الوطني كان موجود في الحوار الوطني واتكلم عن المشكلات المناخية فاحنا دايماً زي ما بقول قاية المناخ هي مش برنامج وبيخلص ده هي رحلة بعد المسابقة انها هي انت بتكمل معنا الرحلة ولو حرارتك محتاج اي حاجة احنا دايماً بنكون متواجدين ايه للمساعدة احنا هدفنا ان الفكرة تكبر وندعم الشباب المصر طب ده مهم جداً مقدار الوعي بقى يا دكتورة ازاي لمستوا مقدار وعي الشباب باهمية هذه القضية قضية التغييرات المناخية ومن ثم ده بينعكس طبعاً على قدرتهم على توعية الناس في الاماكن اللي بينزلولها بزرعة اكيد طبعاً هو ان احنا نلمس مقدار الوعي ده ده ممكن يكون بينعكس على عدد المشروعات اللي بتتقدم لنا احنا متكلم على دكتور علي مثلاً في برنامج قادة المناخ هو تقدم له وحنا زي ما قلنا حواليه اكتر من 500 مشروع طبعاً ده عدد ضخم بالنسبة لان احنا في مصر هنا يعني فكرة المناخ ممكن كان شوية ما كانش فيها وعي في الفترة اللي فاتت لكن دلوقتي تتدى الوعي ده يزداد فالمشروعات الضخمة والعدد الكبير هو اللي بينعكس بيعكس مقدار الوعي كمان احنا برضو في برنامج قادة الانشطة الطلابية عندنا زي ما قلنا مجال خاص بالبيئة والتكنولوجيا الخضراء ده برضو بيتقدم فيها عدد كبير جداً من المشاريع المشاريع الضخمة اللي بتكون متأسسة تأسيس كويس جداً فطبعاً كل ده بيعكس ان احنا فعلاً الحمد لله قدرنا نأثر في الشباب وكمان في مشروعات كثيرة قوي بتبقى أساسها أصلاً هو توعية المجتمعات عن هذه القضية طب لو كلمنا دكتور علي على المدة الزمنية ليه البرنامج هل هي مدة زمنية طويلة الأمد قصيرة الأمد طبعاً هو برنامج قائمة المناخ المدة الزمنية بتاعته بتكون ست شهور مش بحب استخدام قوي جملة طويلة الأمد أو قصيرة الأمد لكن هي زي موضة لحرارتك رحلة رحلة بتبدأ من أول ما الفريق يبدأ ان هو يتجمع ويقدم في مواقع التواصل الاجتماعي على الفورم بعد كده بنبدأ ان احنا زي موضة لحرارتك نعمل لحرارة العرض والتقديم مرحلات العرض والتقديم دي بيعرض الفكرة بتاعته قدام فريق أعمال برنامج قائمة المناخ ونبدأ ان احنا نشوف الفكرة دي كويسة بس ممكن يكون في بعض الحاجات محتاجة تتظبط لا هي تمامتها ببدأ نشتغل عليها الحاجات دي كلها بعد كده بنحدد الفرق طبعاً هي تصفيات بنحدد الفرق من مرحلات العرض والتقديم اللي هتخش مرحلة التدريب والتطوير زي موضة لحرارتك بيحصلها على التدريبات ورش العمل توصيل بصنع القرار التلام ده كله بعد كده بنوصل لمرحلة النصف نهائية وبعد كده المرحلة النهائية وبتحديد الفائزين كل ده بيكون على مدار ستة شهور بعد كده بقى بتكون مرحلة الاستدامة والمتابعة ودي مستمرة مع الفريق طول ما هو موجود وشغل تمام جداً طيب طبعاً كل الشكر للأنشطة والمشاريع اللي تقدمت اللي بكرة ان شاء الله المية مشروع اللي تقدمه كل الشكر ليهم وكل التوفيق ليهم طبعاً فيما هو قادم لكن بالنسبة للمشروعات ده ده يعني سؤال بيشغلني شوية المشروعات اللي مفازتش ده مش معناها ان هي وحشة بالعكس ده دي افكار وابتكرات وناس تعبت في المشروع بتاعها وقدمته فبالتالي هل فيه اي سبيل يدعمهم هو مبدئياً بالنسبة للتدريبات كل الأنشطة الطلبية بتمر بيها نحن عندنا رحلة طويلة نحن يمكن فقدت الأنشطة الطلبية نحن مثلاً في النسخة نحن بعد سنة كاملة من الجلسات الطويلة من التدريبات للأنشطة الطلبية ولكن طبعاً لازم يكون فيه في النهاية فيه دعم مادي للفرق اللي هتكون هتكسب فأول حاجة هم جميعاً خدوا تدريبات دي وتاني حاجة احنا برضو مش بنسيب المشروعات اللي مش بتكسب حتى بعد ما المسبب تنتهي احنا فيه عندنا نسخ جاية ان شاء الله برضو من البرنامج بنساعدهم ان هم يحاولوا يطوروا من الأفكار بتاعتهم أي تدريبات تانية هم محتاجين ان هم ياخدوها بنذهالهم عشان بالضبط يقدر يلتحق بالبرنامج مرة تانية ونسدله أي ثغرات كانت موجودة عنده دكتور علي أشرف مشرب برنامج قادة المناخ بمؤسسة شباب القادة ودكتور نايرا الملاح منصق ببرامج في مؤسسة شباب القادة بنشكركم وبالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي وانتوا بتعملوا حاجة مهمة قوي وشكلكم صغير جداً شكراً جزيلاً لكم شكراً لكم